بسم الله الرحمن الرحيم برنامجنا من المين ونشوف كيف الاشياء هذي تفاعل مع بعضها وكيف نستخدمها طبعا عندنا دائما الميموري حقه البرنامج تقسم الى stack وهيب مضبوط الهيب هو اللي تخزن فيه الوبجيكت بشكل عام والستاك هو اللي تخزن فيه ال local variables والparameters والخاصة بالميثود والريفرانس حقه الوبجيكت تخزن فيه ال stack وفي الهيب يخزن الوبجيكت تخزن الوبجيكت نفسها طيب خلو نشوف تبع البرنامج هذا ونحاول نفهم طيب سوينا سكانر سكانر على الرغم ان الوبجيكت راح يعني هنا ما ما نشوفه راح نهتم بالامبلوي اكثر سوينا هنا الوبجيكت اي من نوع امبلوي طبعا اولا اول شي لما نجي نستدعي الميثود مين الآن طبعا ما وحنا نستدعي نشغل البرنامج والجافة تشغلنا الميثود مين اول ما تشغل البرنامج اول ما تشغلنا الجافة الميثود مين زي هاي مثود ثانية يتم وضع اكتفايشن ريكورد للميثود مين تمام فنيجي نحط هنا في stack اكتفايشن ريكورد للميثود نكتب عنده هنا مين تمام هذا الاكتبايشن ريكورد الخاص بالميثود امين طبعا هذي طريقة اللي جافة فيها تتعامل مع الميموري من خلال طريقة هذي نحاول نفهم كيف تشتغل الميموري في الجافة طيب سوينا الآن الاكتبايشن ريكورد حق الميثود امين الآن جينا هنا قلنا نترك السكانر بنجي امبلوي جينا الآن سوينا ريفرنس اسمه اي لأبجيكت من نوع امبلوي الآن الرفرنس نفسه راح يكون راح نضعه في الاكتبايشن ريكورد حق الميثود زين سوينا الرفرنس اي في الميثود مين فيكون عندنا هذا الرفرنس اي تمام والرفرنس اي هذا راح يأشر او خلنوا نضعه هنا في الاسفل يعني عندنا راح يكون عندنا تورفرنس اي فنضع هنا اي والرفرنس اي هذا راح يأشر على الابجيكت اللي هو الابجيكت الابجيكت هذا اللي سويناه هنا من نوع employee فهذا الابجكت من نوع employee اللي اشر عليه ايه هذا الابجكت الاول طبعا عنده attributes كثيرة الابجكت زين في salary في id في first name في last name في attributes كثيرة رح نيهمنا هم شيء الاتريبيوت salary هي اللي رح نشوف كيف نتلعب فيها وقس عليها انت في بقية الاتريبيوت طيب اذا هذا عندنا الابجكت زين اللي هو ايه طيب بعد كذا الان بعد ما اننا سووين الابجكت ايه او سوين الريفرنس ايه اللي اشر على الابجكت هذا في الهيب الان جينا طبعا طبعا ال new هنا هذا الكنسركتور رح نشوف ان شاء الله فيما بعد ال new هنا استدعتنا الكنسركتور وهي اللي سوت لنا الابجكت في الهيب هذا شيء مهم جدا بعد كده أجينا الآن استدعينا الميثود التابعة للأوبجيكت إي طيب نيجي هنا نضع اكتيفاشن ريكورد لسيت سالري هذي اكتيفاشن ريكورد لسيت سالري تمام الميثود سيت سالري مزين سيت سالري مضبوط الاكتيفاشن ريكورد حق السيت سالري هذا بما أن استدعينا سيت سالري على اي هنا تمتيك يكون عندنا ريفرنس اسمه هذا الجافة تسوي لنا ويأشر على الأوبجيكت اللي هو كان يأشر عليه اي تمام إذن نقدر نقول بعبارة أخرى أن الجافة هنا لما جات سيت سالري أرسلتنا الأرغيمنت اللي قريناها من هنا وبنفس الوقت أرسلت لنا الرفرنس حق الأوبجيكت تمام بس أرسلته بشكل مخفي أرسلته إلى الميثود سيت سالري هنا مضبوط بشكل مخفي في فإذن هو نفسه اي لأن استدعينا سيت سالري على اي برضه رح نرسل أرغيمنت اللي القيمة اللي نقراها بغض النظر القيمة اللي نقراها مثلا نفرض أن السالري مثلا عشر ألاف فإذن رح نستقبل هنا في سالري عشر ألاف رح نحط هنا الـ local variable سالري تمام هذا الـ local variable سالري زين وقيمته عشرة ألاف تمام الآن جينا ننفذ وين ننفذ الآن حنا في الميثود هذه في الميثود سيت في الميثود سيت سالري تمام هنا التنفيذ عندنا في الميثود سيت سالري طيب جينا الآن ننفذ في الميثود سيت سالري طبعا مباشرة مجرد أن نعطينا حطينا activation record للميثود سيت سالري خلاص ننسى الميثود ما عدنا نقدر نشوف أي شيء في الميثود كل تعاملنا مع سيت سالري جينا هنا قلنا إذا السالري أكبر من خمس ألاف أند السالري أصغر من ثلاثين ألف طيب أي سالري نقصد فيه هنا عندنا السالري هذا وعندنا السالري حق الأوبجيكت أي واحد منهم أول شيء أول شيء نشوف الـ activation record بعدين نشوف الـ heap الـ object تمام هذه هي القاعدة فإذن إذا قلنا هنا سالري بدون أي شيء إذن دائما نشوف الـ activation record أول هل الـ activation record فيه سالري نعم فيه سالري إذن حين نقصد السالري هذا فإذا السالري أكثر من خمس ألاف أكبر من خمس ألاف والسالري أصغر من ثلاثين ألف اللي هو الـ parameter اللي عندنا هذا سالري مضبوط نعم هذا الـ F صحيحة نجي هنا نقول أسنت قيمة سالري إلى سالري تمام ولكن السالري هنا مسبوق بإيش this لما نقول سالري كذا مباشرة دائما أول ما نبحث في الـ activation record فبنلقى الـ parameter جينا استخدمنا this تمام إذن هنا شوف كيف الجافة تطبق لقواعد scope في الجافة كيف أو المجال الرؤية فإذن هنا قلنا this.salary إذن هذا this عندنا الروح للـ object وهذا السالري ونرع فيه القيمة لموضوع هنا فيكون عندنا هنا في الـ object هذا يكون عندنا القيمة 10 ألف تمام طيب الآن قلصنا من استدعاء الميثود set salary هنا الميثود هذه خلصنا منها بكل بساطة نجي ونشيل الـ activation record الخاص بالميثود لاحظنا زي stack تمام نحط نكوم أشياء فوق بعض stack معنات كومة أو مراكم أو شيء نراكم أشياء فوق بعض نراكم الـ activation record أو نكومها فوق بعض بعدين نبدأ نشيلها آخر واحد حطيناه وأول واحد نشيله فهنا حطينا هنا استدعين الميثود set salary خلصنا منها نشيلها ونرجع للميثود اللي استدعتها الميثود اللي استدعتها هي المين نكمل من المين تمام وراحل this وراحل الـ parameter salary عندنا نجي هنا نستدعي الآن الميثود مين نستدعي الآن الميثود increment salary أو ink sal تمام فنجي الآن نسوي مرة ثانية نسوي لنا activation record جديد هنا هذا الـ activation record المرة هذه راح يكون تبع الميثود ink sal وليس تبع الميثود set salary فنقول هنا ink sal تمام الآن الـ activation record هذا حق ink sal هذه ink sal عفوا الـ activation record راح يكون في الـ parameter job هذا الـ parameter job تمام راح يكون في الـ parameter bonus هذا الـ parameter bonus تمام راح يأخذون القيم اللي عطيناها الـ arguments اللي رسلناها من المين اللي هي manager و 15 فهنا الجوب هي manager و البونس هو 15 وكذلك automatically بما أن استدعينا انكسال على الـ object E automatically الـ object يكون عندنا هنا reference اسمه this يتبع الـ object من أو يأشر على الـ object من الـ object E زين طيب خلاص خلصنا الآن من الميثود نجي خلصنا من استدعاء الميثود هنا ضبطنا activation record بالـ parameters اللي أرسلناها والـ reference this نجي هنا ندخل الآن تنفيذ الميثود من السطر هذا نجي الآن نعرف variable اسمه local variable اسمه inkval لش تسميناه local variable variable محلي لأنه موجود تبع activation record تمام تبع الميثود هذه فهذا inkval لاحظنا variable محلي زي زي الـ parameters أول ما نخلص من الميثود نشيل activation record تروح للك variables هذه فإنك فالقيمة زير هنا تمام نجي ننفذ هنا نقول إذا الجوب هي manager فإنك فاليصير قيمة 1000 فالإنك فالهين راح يكون قيمة 1000 لأن الجوب اللي جتنا manager وما ننفذ الـ نجي هنا نسوي مرة ثانية new local variable اسمه new salary تمام حنا هنا في السطر هذا زين new salary هنا هذا new salary ونضع فيها القيمة اللي هي salary زائد انك فال في واحد زائد بونس على 100 وتفكر راح تكون 1150 طبعا لاحظ هنا لما ذكرنا salary هنا شف انتبه هنا لما جينا نحسب خلنا شف كيف حسب ناها لما ذكرنا salary هنا نجي الـ هل عندنا شي اسمه salary ما عندنا نيو salary ولكن ما عندنا شي اسمه salary مباشرة الجافة اذا ما لقيت local variable ولا parameter اسمه salary تروح دورنا this تروح تشوف this هذه this way تأشر تأشر على object هذا هل في شي اسمه salary نعم هذا salary قيمة 10,000 اذا نحسب هنا القيمة 10,000 هذه 10,000 زائد هذا الانكفال 1000 مضبوط 1000 في 1 زائدا 15 عالمية 1.15 تطلعنا زين البونس 15 طبعا فيطلعنا الناتج هو 11,150 نخزنه في new salary وهذا 11,150 تمام حسبنا الان جينا هنا نستدعي مثود جديدة هي set salary الآن نستدعي مثود جديدة طيب لما نجي نستدعي مثود جديدة لاحظ اننا جو الكل هنا لو اذكرك نرجع للكود الاصلي هذا الكود الاصلي set salary الاستدعاء هنا سواء حطيت this او ما حطيت this انت جو الكل و لست جو المين تمام الانكسال جو الكل فمحتاج تضع this فهنا انا شرحت بدون this فهي الجافة لما تشوف السدعاء مثود اسمها set salary على طول تروح للمثود set salary اللي جو الكل employee وترسل لها طبعا تسوي الactivation record الجديد هذا الactivation record الجديد للمثود inc sal هذه inc sal هنا عفوا ليست inc sal وانما set salary لاحظنا set salary هذه المرة الثانية نستدعي ها زين المرة هذه صار الactivation record حقها فوق inc sal وليس فوق المين مباشرة لأن main استدعت inc sal وان inc sal استدعت set salary بينما لو ترجع الفيديو في البداية main استدعت set salary مباشرة فما كان عندنا activation record حق الان inc sal فإذا كل ما ميثود تستدع ميثود جديدة نحط الactivation record الجديد فوق جميع الactivation record السابقة فهذه set salary set salary طبعا نرسلنا الargument new salary عندها parameter salary هنا فنجي نضع الparameter salary هذا parameter salary ونضع في قيمة new salary 11150 اللي القيمة هذه ناخذها ونضعها في salary هنا automatically this هو نفسه this السابق بما أن الميثود السابقة عندها this على طول this الجديد يكون هو نفسه this السابق واشتير لي على object نفسه خويا نجي هنا نقول نشيك على salary إذا قلنا هنا salary كلها بما أن موجود في الactivation record عندنا parameter salary ما نروح نشيك على salary هذا فإذا نقول إذا salary أكبر 5000 30 000 نعم فعلا يتحقق this salary الآن هذا salary حط فيه قيمة salary اللي هو موجود في الactivation record لاحظ كيف الجاف تفرق بين هذا salary وبين هذا salary من خلال أنه تبحث أول في الactivation record إذا ما لقيت تروح لل this وتدور في الobject فنجي نضع القيمة 1150 في الobject 11150 وضعنا القيمة هذه مضبوط انتهى تنفيذ الميثود set salary خلصنا منها أول ما نخلص منها نجي نشيل الactivation record حق الميثود بكل ما فيه زين فنشيل الactivation record حق الميثود بكل ما يحتوي ونرجع ال inc sal تمام نرجع ال inc sal inc sal طبعا آخر شي set set salary وانتهت فخلصنا من inc sal فنجي نشيل مرة ثانية الactivation record حق ال inc sal هذا الactivation ونرجع وين نرجع لخويتنا المين هنا لتنفيذ طبع جملة الطباعة تمام لما نجي للمين الآن جينا للمين نجي الآن بننفذ جملة الطباعة طبعا println هي method لكن أنا راح أسفه الميثود هذه لأن الميثود هذه شوية فيها شغل كثير مثود scanner وال println لكن هن هي من الميثود اللي نحن كتبناها فقط هنا الآن نجي نستدعي مرة ثانية method get salary اللي تبع الobject e تمام فنجي نضع activation record جديد للميثود get salary هذا الactivation record الجديد تمام للميثود get salary تمام وجوه في this يأشر على النفس اللي يأشر عليه e زي ما سونا سابقا طبعا get salary ما فيها أي parameters نرجع نشوف هذا الكود حق get salary فيها فقط return salary فقط زين فنجي هنا نرجع نبين ننفذ الجملة هذه return salary فتجي جافة تدور وين salary ما في هنا salary تروح لل this وين salary هذا salary كم قيمة 11,150 تجي خلصنا من تنفيذ get salary تمام وتجي ترسل الميثود هذه تبقي الميثود D فقط بشكل مؤقت تبقي القيمة اللي راح ترجع تبقي بشكل مؤقت بعدين تعطيها لل activation record هنا اللي راح طبعا يطبعها مباشرة وخلاص ونتهينا وتروح القيمة هذه وهكذا هذه فكرة activation record وهذا الفرق بين stack وال heap وكيف تتعامل الجافة مع objects على حدة ومع method والصدعات وlocal variables وparameters والأشياء هذه كلها على حدة أخرى في activation records في stack